اشتركوا في القناة برمجة وهي دوال جمع الشروط أند وأور فالكثير من المعادلات اللي اشتغلنا عليها سابقا واللي راح نشتغل عليها لاحقا تحتاج لفحص أكثر من شرط في نفس الوقت فهنا نحتاج لدالة تجمع بين الشروط وهي دالتين هي دالت أند لو أردنا فحص شرطين اثنين على أن يتحقق معا من أجل تنفيذ العملية ودالت أور لو أردنا فحص شرطين اثنين وتنفيذ العملية في حال تحقق واحد منهم على الأقل يا هل ترى في هذين الدالتين فقط شرطين أقدر أحط دعونا نتابع حتى نعرف كل شيء عن استخدامهما فلو أخذنا المثال التالي لدينا هنا هذا الجدوى الخاص بالموظفين ونريد أن نمنح مكافأة مالية بقيمة 100 لمن يعمل بطبيعة عمل دوام كامل أي full time وله في هذه المؤسسة أكثر من سنة بالتالي لدينا هنا أكثر من شرط يجب أن يتحقق معا حتى نمنح المكافأة فهنا تأتي للدالتين إما AND أو OR وباعتبار نريد لجميع الشرط أن يتحققوا حتى النفذ العملية فتكون الدالة هي دالة AND بالتالي تكون المعادلة بهذا الشكل IF حاليا لازم نحط الشرط ضمن الدالة IF وهون أنا لدي أكثر من شرط يجب أن يتحققوا وليس شرط واحد وباعتبار أن الجميع نريدهم أن يتحققوا فالدالة هي دالة AND أضع داخل الشرطين بحيث أفصل بينهما بالفاصلة معناها أضع الشرط الأول وهو عمود لستاتوس من هذا الجدول وليكن اسمه TABLE يساوي full time ثم فاصلة أضع الشرط الثاني وهو عمود الييرز من جدول التابل أيضا أن يكون أكبر من واحد وهكذا انتهيت من الشروط فنسكر القوس وهو قوس AND والآن انتهيت من حقل الشرط في دالة F نضع فاصلة ثم نضع 100 في حال تحققت هذا الشروط وصفر في حال واحد منهم لم يتحقق لأنه AND راح تلغي العملية في حال واحد منهم لم يتحقق إذن فمعادلة إذا كان الشخص يعمل بدوام كامل ولديه سنوات عمل أكثر من سنة بالتالي يتم تنفيذ العملية لو واحد منهم ما انطبق هذا الشرط عليه فلن يتم تنفيذ العملية وتكون دالة AND أتت فقط لجمع هذه الشروط لو كان السؤال المختلف بشكل بسيط وهو أني نعطي المكافأة لمن يعمل بدوام كامل أو من لديه سنوات عمل أكثر من سنة بالتالي هون أنا راح أعطي كل الأشخاص اللي يعملوا بدوام كامل وكل الأشخاص اللي عندهم سنوات عمل أكثر من سنة فهنا نريد أكثر من شرط نريد واحد منهم أن يتحقق حتى النفيذ العملية بالتالي راح يكون دالة OR بدال AND بهذا الشكل وتكون النتائج بهذا العمود بهذا الشكل أيضا طيب ماذا لو أردنا أن نجمع أكثر من شرطين اثنين فهنا هاتين الدلتين لن نستطيع أن نجمع بهما بشكل مباشر بصراحة نقدر نجمع بيناتهم بس راح تصير معادلة أكثر تعقيدا بأنه نضع AND داخل AND أو OR داخل AND أو AND داخل OR وهكذا ولكن الأمر جدا معقد راح نأخذ فورا الطريق الأسهل خلينا أولا نحط السؤال وهو لو أردنا مثلا أن نمنح مكافأة مالية لمن يعمل بدوام كامل وله سنوات عمل أكثر من سنة وتقييم عمله حصرا فوق الخمسة فرح نجمع الشروط بهذا الشكل فإن نوضع الشرط الأول ثم رمزي الAND مرتين ولا بعضهم وهذا تعني و ثم الشرط الثاني ثم رمزي الAND ثم الشرط الثالث وهكذا يعني الشرط الأول والشرط الثاني والشرط الثالث إذا تطبقوا كلهم راح نفذ العملية إذن لو كان لدينا أكثر من شرط ونريد أن يتحققوا جميعا حتى النفذ العملية فنضع الشروط مباشرة ونفصل بين كل شرط والثاني برمز الAND مرتين وهي تعني و بالتالي نفذ العملية فقط لو يتحققوا جميعا مع بعض أما لو أردنا أن تنفذ العملية بتحقق شرط واحد على الأقل فهنا نستخدم لالة OR وشكل رمزها هو العصى الشاقولية مرتين بهذا الشكل وهي تعني إذا تحقق الشرط الأول أو الشرط الثاني أو الشرط الثالث فقم بتنفيذ العملية والعملية هون إنه نضع 100 وهذه هي طريقة الرموز لدالتي AND و OR وبصراحة أنا أعتبر إنه هذا الاستخدام هو أفضل من إنه نستخدم الدوال بإنه نضع أو شيء OR أو AND ونفتح القوس ونفصل بين الشروط بالفاصلة فهون كسياق بفهم المعادلة أفضل إنه نقول الشرط الأول و الشرط الثاني و الشرط الثالث أو لو OR إنه الشرط الأول أو الشرط الثاني أو الشرط الثالث وهاي أنا أشوف إنه أفضل بالسياق إذن هذه هي طريقة الاستخدام لجمع الشروط لو كان لدي أكثر من شرط لو كان شرطين نستطيع استخدام إما الرموز أو الدوال بينما لو كان أكثر من شرطين فلا نستخدم بشكل مباشر إلا الرموز وأنا أنصح إنه نشتغل مع الرموز على طول خلينا نأخذ مثال حي ومباشر على برنامج باور بي آي نروح إذن على البرنامج وخلينا مباشر ننتقل لحقل الداتة من اليسار نتأكد كما نعاني إنه نحن بالجدول الصحيح من على اليمين ننقرأ على جدول النيدز ونسأل السؤال مثلاً لو أردنا تصنيف هاي العوائل اللي عندنا إياها بين السطور لتصنيفهم العوائل المحتاجة للإعانة وعوائل ليست بحاجة للإعانة فمثلاً إنه نقول إذا كانت المعيل هي الأم أو تعيش هاي العائلة في خيمة أو العائلة ليست لها عمل فهاي العائلة تكون محتاجة فهون أصبح لدينا ثلاثة شروط وتعتبر العائلة محتاجة لو تحقق واحد منهم على الأقل يعني تكون محتاجة لو الأم هي المعيل أو تعيش هاي العائلة في خيمة أو لسا لديها عمل فهون نستخدم or اللي يتطبق العملية لو تحقق واحد منهم على الأقل نفتح عمود جديد من قائمة ونكتب المعادلة أول شيء نكتب اسم العمود وليكن family status يساوي if أولاً نحتاج للشرط واللي هو مجموعة من الشروط نريد واحد منهم أن يتحقق على الأقل الشرط الأول وهو المعيل هو الأم بالتالي breadwinner من جدول النيد يساوي المذر بين إشارتي تنصيص لا ننسى هذا الشيء بعدها نقول أو فنضع رمز العصى الشاقولية ثم الشرط الثاني أن العمود houses من جدول النيد يساوي tint أو فنضع رمز العصى أيضاً ونحط الشرط الأخير وهو عمود work no يساوي الواحد وهنا انتهينا من الشروط لو لدينا شروط أخرى نستطيع أن نضعها أيضاً الآن باعتبار انتهينا نكمل في دالة if فنحط فاصلة ونضع كلمة محتاجة بين إشارتي تنصيص ثم فاصلة نضع غير محتاجة أيضاً بين إشارتي تنصيص وهذه هي إذا كانت المعيلة لعائلة هي الأم أو تعيش في خيمة أو ليس لديها عمل فسيتكون محتاجة وإلا فهي غير محتاجة الضغط على enter نحصل على النتائج المرجوة ولو أردنا أنه جميع الشروط لازم يتحققوا حتى تنفذ العملية فبدل رمز العصة نستخدم رمز الـ and مرتين كما قلنا خلينا أنسخ هاي المعادلة وأروح على قائمة modeling وأعمل عمود جديد أرسق هاي المعادلة control V أغير أول شيء اسم العمود لأنه ما نقدر نسميه نفس الاسم رح أسمي family status 2 وهون أغير بدل رمز العصة أحط رمز الـ and مرتين وهي تعني و نبدله هون وهون وحاليا أصبح لو كان المعيل هو الأم والمنزل هو خيمة والعائلة ليس لديها عمل يجب أن يتحققوا جميعا حتى النفذ العملية بالضغط على enter نحصل على الندائج المطلوبة كما نشاهد بهذا الشكل نستخدم دلتي and و or الأمر ليس فقط ضمن دلة if نحن استخدمنا هذه الدلتين أيضا مع دلة filter سابقا وضعت لكم رابط الدرس في وصف الفيديو أيضا واتذكروا دائما متى ما واجهنا بأي دالة إنه نريد نجمع أكثر من شرط فنستخدم إحدى الدلتين and لو أردت جميع أن يتحققوا و or لو أردت واحد منهم فقط أن يتحققوا حتى أنفذ العملية هذا هو درسنا لليوم وهو جمع الشروط عن طريق and و or هذا الدرس أعتبره درس مهم جدا لأنه كثير رح نشتغل عليه في بقية المعادلات اللاحقة إن شاء الله أتمنى أن يكون هذا الدرس مفيد لكم أعزائي إذا أعجبكم هذا الفيديو وضعوا الإعجاب عليه ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد عن هذه الدروس لكم مني كل التحية كان معكم المنذر سفان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته